دكتور في البداية حابب أسأل حضرتك أسباب ظهور فيروس كورونا ده في الصين يعني فيه ناس أرجعت السبب أن هما بيأكلوا بعض الأكلات الحقيقة يعني معرفش ماذا صحيتها لا أبس حاجات صعبة جدا يعني زي الخفافيش وزي أمور تانية مش عايز حتى أذكرها يعني فهل ده سبب؟ الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت وذكرت العادات البيئية والغزائية اللي موجودة بين شعوب العالم هي اللي بتهيئ الإنسان للإصابة بهذه الأمراض الشائعة ونقلها من مواطنها الأصلية للعالم وفي نفس الوقت نقلها من الكائنات الحية اللي هي بتعتبر مخزن لهذه الجرسيم أو المكروبات لتنتقل للإنسان الحياة فعلا العادات الغزائية لها دور مهم جدا بس يعني أنا أحب أشيري لنقطة قبل يعني ما أشرح الموضوع دو أن فيروسات الكورونا اكتشفها سنة 1931 يعني من 89 سنة موجود في الدراسات الفيرولوجي الكورونا وطبعا ده اكتشافها العلماء لما بصوا تحت الميكروسكوب فشافوا فيروس محاط بتاج هذا التاج عبارة عن أضواء عاملة زي الخيوط وفيها دوائر فعملة زي التاج فعلا اللي بتشابه الهالة بتاعت الشمس أثناء الكسوف وسموها كورونا ده اسم لاتيني ويعني كورونا جاية من كلمة كراون اللي هي الإنجليزية ويصبح هذه الفيروسات اللي هي اسمها الفيروسات الإكليلية التاجية أو الفيروسات التاجية يعني هو مش فيروس الكورونا هي فيروسات فيروسات يميزها بس أن حواليها زي هالة ده إيرا فسامة هذه الفصائل بتاع عائلة فيروسات الكورونا عبارة عن أربعين صنف يعني فيه أنواع متعددة ظل هذا الفيروس منذ اكتشافه سنة 1931 بغاية سنة 1965 الفيروسات دي لا تصيب غير الحيوانات البرية الحيوانات الساديية الساديات يعني زي البقر والخنازير والكلاب والقطط والفران والأرانب بتصيب الطيور وبتصيب الزواحف ومن ضمن الكائنات اللي بتصيبها الوطويت بتصيب الجمال يعني عدد كبير جدا من الكائنات الحية الغير إنسانية كان بيصيبها هذا البقر كانت ما ظهر فجأة نوعين من الوبائين ظهر واحد منه سنة 2002 بصورة وبائية وده سموه فيروس وينتمي طبعا للعائلة الكورونا وسموه سارس وسارس بتعني سيفير أكيوت رسبيراتري سندروم سارس معناها بالعربي المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة جاي لنا من الصين برضي يا دكتور الحقيقة سارس أول ما ظهرت ظهرت من الصين في مقاطعة جوانج دورنج المقاطعة دي ظهر فيها زي ما ظهر الفيروس بتاع 2019 اللي هو ممتد لغاية دلوقتي اللي اسمه ووهان اللي هو عمل ضجة حالية ظهر بعد 2002 الوباء ده طبعا متع 2002 ده أصاب جميع الدول المجورة يعني كوريا وليابان وحالات ظهرت في سنغافورة وماليزيا يعني كل المنطقة ظهر فيها وانتقل منه لبعض بلاد في العالم في 2012 ظهر وباء تاني الوباء التاني ده كان عن طريق فيروس برضو من العائلة التاجية اللي هي الكورونا الفيروس دوت ظهرت أول حالة كانت في الأردن وبعدين ظهرت في السعادية وفي دول الخليج عن طريق الجمال ويسموه الميدل إيست تمام تبدوك وفي سبعات ريسندو